موسيقى السلام عليكم اهلا وسلام عليكم في حلقة جديدة من حلقات قناة ضالخبر جدا سعيد بلقائكم يخوانا اخواتي الخميس اللي فات 18 نوفمبر كان واحد للجماع امني رفيع لمستوى في اسبانيا كان رفيع وحساس والملفات اللي نقش فيه خطيرة جدا بالنسبة للمغرب وكان ضروري يحضر الملك الاسباني لهاد الاجتماع شخصيا اهلا بكم بالفعل مجلس الامن الوطني الاسباني الخميس اللي فات 18 نوفمبر كان ضطر انه يوجه دعوة للملك شخصيا كان من هذا الاجتماع ممكن يحضر لي غير رئيس الوزراء ومخابرات ورئيس مدرية الامن الوطني لكن يريد الملك شخصيا يحضر لماذا يريد يحضر؟ لان كان قرارات مهمة جدا ضروري في وحد الوقت يجب ان يصل المستوى للملك لكي يتوفيها ويخطو القرار لا يمكن ان يخطو القرار لا وزير الخارجية ولا رئيس الوزراء بوحده ضروري الملك وهنا بالمناسبة الأهمية لسلطة الملك في اسبانيا فهذا الاجتماع اسمه اجتماع مجلس الامن الوطني وكان آخر مرة نعقد شهر ثلاثة يعني هذي ثمان شهور ينقش دكش اللي كتسمي اسبانيا التهديد المغربي لسبتاء ومليليا ما هو التهديد المغربي لسبتاء ومليليا؟ تقريبا ثلاثة هذه الأشياء أولا التطويق والحصار الاقتصادي الخالق لذلك المغرب المسألة الهجرة السرية اللي كتهدد المنطقة وأهم حاجة المطالبة المغربية بالسيادة على المدينتين هذا أهم حاجة أهم ملف اللي كتعتبره إسبانيا التهديد مغربي لسبتاء ومليليا هو من المغرب كينقش ملف لسبتاء ومليليا وكيطالب بالسيادة على المدينتين هذا الاجتماع حضر فيه ميغيل باليستيروس شكون هو ميغيل باليستيروس هو رئيس مديرية الامن الوطني بحضور الملك بحضور رئيس الوزراء وشخصيات وازنة في البلاد خصوصا القيادات الأمنية والمخابرات بجميع القيادات ترحل الخطة الأمنية بخصوص سبتاء ومليليا وأننا كيف نرد البال من المغرب الخطة الأمنية هي التي تشمل جزء مننا جزء بسيط مننا 720 ألف دولار التي أعطيتها الحكومة من أجل صيانة الجدار الأمني السبتاء ومليليا هذا الجدار الأمني للحديد هذا الشبيك الذي يزال له الضو وفي الكاميرات تعطيت 720 ألف يورو من أجل الصيانة الخطة أمنية والخطة يعتبر إسبانيا مهمة جدا لصد ما يسمى التهديد المغربي لطرة مؤخرة رأينا أن المغرب يحدد بأن تاريخ فتح المعابر المعبارين السبتاء ومليليا سيكون في مارس السنة المقبلة هنا المغرب يحدد هذا التاريخ من طرف واحد وفرضوه على إسبانيا وبشروط اعتبرت إسبانيا شروط قاسية منها أن تعطى الحقوق العمالة المغربية التي يدخل في سبتاء ومليليا أن السائح الأجنابي والأوروبي والإسباني لا يدخل من سبتاء ومليليا للمغرب ويدخل من عابر أخرى يطار مثلا من مدن إسبانيا أو عبر البحر أو في المعابر البرية وكذلك أن يكون نقطتين فراء فقط للدخول وخروج المغاربة نقطة عبور ودخول وخروج المغاربة في سبتاء ونقطة هذه العبور ودخول وخروج المغاربة في مليليا فقط هذا لا يعجب إسبانيا إسبانيا اعتبرته كأن المغرب التي يتعامل معها معاملة الند لند وبالفعل المغرب أصبح يعامل إسبانيا معاملة الند لند منذ أزمة ممبطوش الأزمة في الحقيقة لزعزعات الثقة بين البلدين وزعزعات كذلك الثقة المغربية في إسبانيا لأنه كانت اتفاقيات أمنية ونفروض أن هناك تشاورات ونفروض أنك على الأقل تخبيل المغرب بالنوايا وماذا هي الأعمال التي تغذرها يعني كل إسبانيا لم تستطع ضبرت مع المخابرات الجزائرية عملية إدخال إبراهيم غالي للتراب الإسباني ودفعات تماذيلا اليوم المسألة التي تناقش في إسبانيا على أعلى المستويات وكما قلت أن الإجتماع كان حساس وخطير وأنواع القرارات التي تتخذ هذه الأنواع لا تتخذ بغياب الملك لأن درجة الأمنية ودرجة سرية أنواع في هذه القرارات كان على أعلى مستوى الأمن ودرجة السرية كان ضروري أن الملك الإسباني يخوض فيها وينقشها وينشارك في القرار شخصيا المغرب في الحقيقة فاجر إسبانيا بالطريقة التي فرض عليها تحل الحدود معروفا أن الحدود وأن المدينتين مغلوقتين منذ مارس 2020 يعني هذه عام من بين الأسباب كوفيد من طبيعة الحال لكن أسباب أخرى كان أسباب سياسية كان أسباب عمنية وكذلك انتفاضة السياسة والديبلوماسية المغربية المغرب عازم وناوي أنه يرد المدينتين السلبتين المحتلتين لكن بالطرق السياسية والأسليب الديبلوماسية المغرب اليوم يخص اقتصاد السبتم السبتم الحكومة الإسبانية والمورد الوحيد للسكن الإسبان tunma هم الوظائف التي توفرهم إلىнич civic ومحلي مثلا العسكر والخدام في البوليس والأسكر والوظائف والمهن الحكومية من غير هذا ما كنت تشيح لماذا؟ لأن المدينتين كانوا مدينتين سياحيتين يعتمدون بثاف على السياحة يعتمدون على التهريب المعيشي الذي قطعه المغرب وبالمناسبة يقول أنه لا رجعة للتهريب المعيشي بين الشروط لشرط المغرب على إسبانيا على أساسها ستفتح المعبارين في السبتومليليا أنه لا رجعة للتهريب المعيشي الكثير من رجال الأعمال الإسباني لا في سبتومليليا ولا في إسبانيا كانت الأموال ملايين دولارات كانت تأتي من التهريب المعيشي للمغرب قطعه نهائيا ويكرر ويخر أنه لا رجعة لهذه المسألة هذا يا أخواني أخواتي هذا هو الذي يسمى الحصار الاقتصادي كيف حال مرة نقول أنه في تاريخ المستعمرات ليس كلها رجعت بالعلف ليس كلها رجعت بالمعارك المسلحة في المواجهات العسكرية ولحتى حرب العصابات هناك أراضي وهناك دول وهناك تغور سترجع أهمالها بسياسة العلف بالسياسة والمفاوضات والديبلوماسية والتنازلات المغرب ينهج سياسة الحرب البالدة وسياسة الحرب الاقتصادية والمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي سبانيا يأتي واحد نهار ستضر تسلم مفاتيح سبتاومليليا المغرب ولو تكون البداية سيادة مشتركة ومبعد في المستقبل تكون سيادة كاملة غير ناخصة مغربية على المدينتين سبتاومليليا لكن في الحقيقة الموضوع لسبتاومليليا موضوع كشديد الحساسية في إسبانيا كلما نادى المغرب بالمدينتين ولعلى الأقل نقلس على الطاولة والناقصة سبتاومليليا والنقصة مستقبل سبتاومليليا إلا وإسبانيا تقوم قائمتها ولا تقعد كتكون شيكين قالوا في إسبانيا رأسا على العقب وتعتبروا كأن المغرب قال لهم أعطوني مضريد ولا أعطوني بارسلونة المسألة شديدة الحساسية لماذا شديدة الحساسية؟ لأن إسبانيا لا زالت كالتعامل مع المغرب بعقلية المحتلة عقلية المستعمر اللي كيحتاقر الدولة اللي كان زمان كان مستعمرها وكان شد نص ديلها وكانت ينهب في التروات ديلها ولازال عجبوا الحال أنه يبقى جاتم على العنق للتغرين سبتاومليليا لكن بالمقابل إسبانيا كتعرف أن مستقبل المدينتين هو الرجوع إلى الأرض الوطن لذلك إسبانيا عيتمت جيش جيش حول تجر الإتحاد الأوروبي الضغطات على الدول أنه يقفوا معها ويساعدوا ضد المغرب لكن هذا الحصار الاقتصادي في الحقيقة المغرب وضع الأصابر حيث الألم وما هذا الاجتماع الأمني العالي المستوى إلا هو الصراخ للإسبانيا كما يقول مثلا الصراخ على قدر الألم كما قلنا أن الكثير المؤتمرات في إسبانيا والقرارات ليست ضرورة تعيد فيها الملك لكن هذا القرار كانوا يستحيل يخضوا فيه ويتكلموا فيه ويخرجوا بالقرارات اللي سيخرجوا بها بدون مشاركة الملك لكي كل شيء يحتضيه في هذه القرارات الخطيرة والمهمة والمصيرية بالنسبة للعلاقات الإسبانية المغربية بالنسبة للإسبانيا حتى الآن رسميا يقولون أنه ليس هناك تاريخ لفتح المعابر لماذا؟ لأن المغرب كان طلح اليوم التاريخ قال اليوم التاريخ هو مارس السنة المقبلة 2022 و ستكون راديو السنة على إقفال المعبارين إسبانيا ستتوافق و ستتطير من فرحات وافق لكن من شافة الشروط المغربية التي تعتبرها قاسية و تعتبرها تهديد اللي هي في الحقيقة الشروط العزة والمجد هذه سياسة المجد و هذه ديبلوماسية العزة اللي كي نهجي المغرب لكنها في الحقيقة هي بداية نهاية الاحتلال الإسباني دي المدينة لماذا؟ لأنه خنق اقتصادي لأنه حصار لأنه المغرب مشل هادك القلب اللي كي يحرك المدينتين وحيدوا لها والسبب لي السكتة القلبية اللي هو الاقتصاد اللي هو المال والأعمال اللي هو حركة اللي هو إيقاف حركة الحركة المالية الضخمة ديال التهريب المعيشي و كذلك خطع عمليات مرحبة إسبانيا راح ضربها المغرب ضربة قادية مني قطع لها مرحبة عوائد بمئات الملايين ديال اليوروهات وهو حرم إسبانيا منها و عزم أن هذوك الأموال عمرهم ما غادين يرجعون لها وهكذا إسبانيا كتعتبر بالندب المغرب يشكل تهديد لها خصوصا ما ننساوش أن إسرائيل سوف تبني قاعدة عسكرية في منطقة الناظر حتى ذلك تعتبر إسبانيا تهديد عسكري رغم أن المغرب يبني القاعدة العسكرية بعيدا من مدينة مليليا في المنطقة الإقليم الناظر لكن بالنسبة لإسبانيا لا يحتاج إلى قاعدة عسكرية قريبة لها يمكن أن تقوم بوليس و يمكن أن تقوم بحرص الحدود لكي تحديد و تمنع الهجرة للغير القانونية الإسبانية هذا نعم لكن قاعدة عسكرية في الظهر المليليا هذا بالنسبة لإسبانيا حتى هو تهديد آخر لأنك تسأل ما هو الأعداف و ما هي مططة المغرب و ما هو الفائدة في هذه القاعدة لعلى الظهرانينا هذا اللي سنحل إسبانيا إخواني أخواتي إسبانيا تعلم أن غيجي واحد نار ستخرج من سبتهم رغم أن المغرب يتحرك سياسيا وديبلوماسيا حول المدينتين تسميه تهديد لأنها ترفض الخروج من المدينتين لكن بسبب هذا الخنق وهذا التطويق الاقتصادي ضروري سواء طال الزمان أو قصر الزمان الأيام المقبلة الشهور السنين ضروري نهاية الاحتلال الإسباني للمدينتين و ما هذه إلا البداية و ما خوفي أعظم نشكركم على المتابعة كان معكم عبداللطيف إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة ضالخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر